من مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام شع نور الوحي الإلهي لينير جنبات الأرض وكم خرجت لنا مكة من علماء أجلاء بلغوا دين الله وعلموه للناس ومن هؤلاء الإمام الكبير الحافظ عمر بن دينار أبو محمد الجمحي المكي أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه كان كما قال ابن حبان من متقن التابعين وأهل الفضل في الدين وكان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد عن ابن أبي نجيح قال لم يكن بأرضنا أعلم من عمر بن دينار ولا في دميع الأرض وكان من الثقات المتقنين قال أحمد بن حنبل كان شعبة لا يقدم على عمر بن دينار أحدا وقال سفيان بن عيينة عمر ثقة 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 وكان من الفقهاء المفتين قال عبد الله بن أبي نجيح ما رأيت أحدا قط أفقها من عمر بن دينار لا عطاء ولا مجاهدا ولا طووسا وقال الحاكم كان من الحفاظ المقدمين أفتى بمكة ثلاثين سنة وكان حريصا على إفادة الناس قال أبو جعفر محمد بن علي إنه لا يزيدني في الحج رغبة لقاء عمر بن دينار فإنه كان يحبنا ويفيدنا وكان من العباد القانتين قال ابن عيينة كان عمر لا يدعو إتيان المسجد كان يحمل على حمار ما أدركته إلا وهو مقعد وقال أيضا كان عمر بن دينار جزأ الليل ثلاثة أجزاء ثلثا ينهم وثلثا يدرس حديثا وثلثا يصلي ومن نفائس أقواله قوله في الحث على صلة الرحم تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم توفي عمر بن دينار سنة خمس أو ست وعشرين ومئة وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله ورفع درجاته في المهديين